بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما مع النصوص المنطوقة للسنة الثانية اهتدائي وهذا الأسبوع نتطرق إلى نص الوحدة الثانية من المقطع السادس التغذية والصحة نبدأ على بركة الله أهمية الغداء في حفظ الصحة للتغذية الصحية والمتوازنة دور هام في صحة الإنسان لذا يجب الحرص عليها ولا بد من العناية بها يتطلب نمو أعضاء الجسم غداء متوازنا يشمل مختلف المجموعات الغدائية النمو، الطاقة، الوقاية منها الأملاح المعدنية وأساس الكالسيوم الذي نجده بكمية هامة في الحليب ومشتقاته وينبغي الحرص على تناول الفيطانينات ونجدها خاصة في البيض والزبدة والخضر والفواكه وللمحافظة على صحتك عليك تجنب الإفراط في تناول السكريات والابتعاد عن المشروبات الغازية والمرطبات والحلويات الأخرى الأكل ببطء والمضغ الجيد لأنه يساعد على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغدائية